السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق للحصة الثامنة والأخيرة من الوحدة الثانية الحركة والأغذية والتنفس لدى الإنسان المرجع الأساسي في النشاط العلمي للمستوى الأول إذن عنوان ضغطنا لهذا اليوم ولهذا الحصة ممصدر وأغذية الأدب التعلمية أسمي وأصنف أغذية حسب مصدرها أحافظ على صحتي بتناول أغذية نظيفة والصحية إذن ألاحظ أتناول أغذية متنوعة وذات مصادر مختلفة إذن لاحظوا معي هنا لدي اللحم مصدر حيواني الفول أو الجلبان مصدر نباتي الماء مصدر معدني إذن أتسأل وأفترض لماذا أفهم أو ما هو مصدر أغذية ما هو مصدر أغذية أو كيف أصنف أغذية إذن ما هو مصدر أغذية أو كيف أصنف أغذية إذن مصدر أغذية من الحيوانات مثلا اللحم سأشارككم معكم فقط شفائيا لحم الخرفان الدجاج البقر أو مصادر نباتية كالخضر والفواكه القمح ومصادر مادنية كالماء والملح أضعوا علامة في خانة الأغذية التي يتناوله الإنسان إذن اللحم اللحم يتناوله الإنسان لحم البقار أو لحم الغنم يتناوله الإنسان هل يتناوله الإنسان القطط؟ السمك نعم يتناوله الإنسان السمك الخضروات كالجزر يتناوله الإنسان الجزر أصل بخط كل غذاء بمصدره إذن السمك مصدر حيواني الماء مصدر معدني الخضر والفواكه مصدرها مصدر نباتي الحليب مصدر حيواني من البقار المائز أكتب نعم أو لا أمام كل عبارة للحفاظ على صحتي أغسل الخضر والفواكه نعم إذا قمت بغسل الخضر والفواكه أحافظ على صحتي أحفظ بعض الأغذية في التلاجة نعم لأحافظ عليها من التلف وراقب طاريخ صلاحية الغذاء نعم إذا كان الغذاء منتهي الصلاحية سيضر بصحتي أتناول أغذية فاسدة لا أتناول أغذية ذات مصدر النباتي أو حيواني أو معدني أحافظ على صحتي بتناول أغذية نظيفة وطرية إذا أتناول أغذية ذات مصدر النباتي أو حيواني أحافظ على صحتي بتناول أغذية نظيفة وطرية كلمات مهمة نباتي فيجيتال حيواني أنيغال معدني منيغال أحدد مصدر بعد مشتقات الحليب كالجبن إذن مشتقات الحليب كالجبن مصدرها البقر والماعز إذن فهي مصدر حيواني إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم قبل إغلاق الفيديو فضلا وليس أمرا منتصلوا قناة نزال التعليم لأول مرة الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تهم الفائدة وترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما السلام